عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل عن التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة وأطر الحماية الاجتماعية وتناولت الورش عدة محاور منها التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة بجانب أطر وأليات تحزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية وتضمنت التوصيات الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للعمالة غير المنتظمة والعمل على توفير حوافز إضافية للقطاع الخاص للتشجيع على تسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل لديهم عمالة كثيرة جدا غير مصنفة في وزارة القوى العاملة وبالتالي الأمر يحتاج مجهود كبير جدا جدا عشان خطر يتم حصل العمال الموسمية والغير منتظمة وفيه أمثلة كثيرة جدا على كده يعني مثلا إذا كنا نتكلم للأناث العاملات الموسمية والغير منتظمات أعتقد أن دول حظهم من المسألة حتى إن كان يشاركنا في وظائف موسمية والغير منتظمة هتلاقي برضو فيه اللساءة منهم كتير زي العاملات في الزراعة في الأرياف زي العاملات في دور في المنازل زي العاملات في النظافة أو في السيرفس وكلام زي كده الدولة قدمت للناس دي حصة صاحب العمل 12% مطلوب منه بس أنه روح سدد حصته 9% علشان يستحق معاش عند بلوغ السن أو ياخد معاش في حالة عجز كلي أو جزئي أو المستحقين في حالة الوفاء يبقى هنا الدولة الناس اللي مش شايفها تعاملت معها تأمينيا بس ما زال الحصر بتاعها لم يكتمل زي ما قالوا المتحدثين قبل مني الزمنة أنه النهاردة الحصر ده في نوع من الصعوبة أنه إن لم يبادر العامل بنفسه بالتسجيل طيب أنا أشوف إزاي غير أنه هو يروح مكتب التأمينات اللي تابعوا يقع في مقوع الغرفي ويطلب اشتراك إنه هو إساد الحسد ملف العمالة الغير منتظمة مافيش عدد محدد ليه ولكن هناك تقديرات يعني إحنا بنتكلم على آخر تقديرات للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كان بيتكلم إنهم تقريباً 30% من حجم العمالة اللي في مصر وده رقم كبير جداً ولذلك هو ملف مهم جداً حالياً على الدولة المصرية أن يتفتحه مع التحديات الاقتصادية ومع التحديات اللي الدولة شوفنا سيد رئيس اليوم بيتكلم على اكتفاق الزاتي وبنتكلم قبل كده على توطين الصناعة والعمالة هي أحد أعمدة والاستثمار عند الدولة المصرية في الموارد البشرية لو حاجئنا هنتكلم على الجزء التشريعي الخاص بقانون العمل ونتكلم على الصندوق الخاص بدعم العمالة غير المنتظم صندوق ده غاية في الأهمية كل اللي هو علاقة بالعمالة غير المنتظمة لازم في تكامل لازم نكمل بعض ملف ده مش بتاع حد الوحد لا بتاع الوزارة الوحدة ولا بتاع الحكومة الوحدة ولا بتاع المنظمات المجتمع ولا المنظمات النقابية الوحدة ملف كبير وملمس مع كل فئات المجتمع وملمس مع شريحة عريضة جداً من المجتمع فالتكاتف والتكامل والتنسيق واستدامة التنسيق مش علشان سيادة الرئيس قال فنطلع كلنا ونجري وبعدين كله يسكتان لم لا استمرار التنسيق واستدامة التنسيق من كل الجهات وكل الأطيوف